الاهلي يحقق فوز مهم على نادي الوصل بهدفين مقابل لشيء في بطولة دوري أبطال أسيا ويحصد ثلاث نقاط في غاية الأهمية ايه أبرز النقاط اللي حصلت في أحداث هذا اللقاء؟ تعالوا مع بعض نتكلم ونقول ايه أبرز النقاط اللي حصلت في مباراة الاهلي والوصل في البداية الحقيقة لو جينا نتكلم عن واحدة من النقاط المهمة جدا اللي ساهمت في فوز النادي الاهلي في أحداث هذا اللقاء هي توقيت الهدف الأول اللي أحرزه النادي الاهلي انت بتتكلم ان كمان بتكون مثلا نادي بحجم النادي الاهلي بيلعب لقاء في بطولة قرية دوري أبطال أسيا وبتلاعب فريق خارج الديار فبالتالي بتبقى نقطة في منطهة الروعة ان انت تحرز هدف في الديئة الثالثة أو الديئة الرابعة وده اللي حصل النهاردة الحقيقة ونجح رياض محرز فيه إحراز الهدف الأول تقريبا في الديئة الثالثة أو الرابعة فتوقيت زي ده وبتلاعب فريق زي الوسط وبيلعب في أرضه في وسط جماهيره فبالتالي ده بيحبط الفريق الخصم شوية وبيهز ثقة بنفسه ان الفريق الضيف هو اللي استطاع ان هو يحرز هدف وبتكون نقطة إيجابية جدا للنادي الاهلي فإذا توقيت الهدف الحقيقة كان شيء مهم جدا وشيء إيجابي جدا لصالح النادي الاهلي طبعا لو اتكلمنا عنه من حيث الناحية الفنية فهي كانت الجملة اللي اتكررت في أكتر من مناسبة الحقيقة وكان واضح ان النادي الاهلي بيلعب عليها في أغلب أحداث اللقاء وهي القرات الطولية اللي جاية من الدفاع وبتتلعب كده في ظهر مدافعي الخصم وبيستغل السرعات وزكاء لعيب زي رياض محرس ولعيب زي أنتوني ولعيب زي فراسل بريكان في التحرك فيه بالدفاع الخصم وينجح ان هو يحرز هدفه ده اللي حصل إيجابيز في كرة أكتر من رائعة متقنة مميزة جدا ينجح اللي هو يلعبها في ظهر الدفاع النادي الواصل على طول استلام رائع من رياض محرز واستلامها وأحرز الهدف بقى ده بالنسبة لتوقيت الهدف ومدى أهميته والنقطة الفنية اللي كان بيلعب عليها النادي الأهلي النهاردة في استغلال القرات الطولية وترجمتها لأهداف برضو واحدة من النقاط الإجابية اللي عجبتني جدا الحقيقة النهاردة فيه النادي الأهلي فكرة الدفاع المتقن وتقارب الخطوط النهاردة الحقيقة النادي الواصل بيلعب على أرضه في فصل جماهيره ما فيش فترة من الفترات قدر أقول فيها أن أنا شفت النادي الواصل مسيطر بشكل كامل على أحداث اللقاء أو له فرص خطيرة حقيقية على برمى النادي الأهلي الحقيقة النهاردة وده يرجع السبب لتمركز النادي الأهلي الصحيح والدفاع المتقن اللي شفته من النادي الأهلي تقارب الخطوط ما بين الدفاع وما بين الوسط وما بين الهجوم أغلب لعبة الأهلي تقريباً إن لم يكن كلها تقريباً النهاردة في أحداث هذا اللقاء كان لهم واجبات دفاعية مميزة كنت بشوف لعبة محرز في بعض الأوقات بيكون واجبات دفاعية بشوف راس البريكان نفس الكلام بيساند مع الأزهرة لعبة خط الوسط كيسيين وفيجا نفس الكلام لا الحقيقة كان شيء إيجابي جداً من النادي الأهلي فكرة تقارب الخطوط والواجبات الدفاعية وإنه برغم أنه بيلعب خارج أرضه إنما ما شفتش الوصل المسيطر بشكل كامل على مجريات اللقاء أو له زي ما تكلمنا فرص حقيقية خطيرة على المرمى طيب تعال برضو أكلمك على فكرة استغلال الكرات السابقة ودي شفناها في الهدف الثاني من رياض محرز العرضية متقنة رائعة جداً ورأسية رائعة من إيبانيز أبين لك هنا نقطة إن خلي بالك فكرة إنه لما بيكون بلعب خارج أرضي فيه أوقات كتيرة جداً بتبقى مش شرط إننا في بعض الأوقات النهاردة الأهلي مثلاً ما كانش عنده تدرج بالكرة حلو يعني ما كانش بيبتدي الكرة على الأرض من الدفاعي ديها الخط الوسط كيسيين مثلاً يوصلها الفيجا أو الأجنحة شغالة في راس البريكان ورياض محرز شغالين باستمرار وبقوة ما شفناش مثلاً عرضيات كتيرة جاية من الأزهرة النهاردة النادي الأهلي كان بيلعب على نقطتين الكرات الطولية اللي أحرز منها الهدف الأول واستغل إزاي الكرات السابقة سواء كان كورنر أو فاول وده اللي نجح عليه فعلى قد من النادي الأهلي ما كانش متنوع في الهجوم قوي وما كانش فيه كورة على الأرض كتير وما كانش فيه تدرج بالكرة مميز كتير بس فكرة إن يستغل الكرات السابقة اللي زي الكورنر والكرات الطولية أعتقد ده كان شيء إيجابي جداً خاصةً وإنك كنت بتلعب خارج الديار وفي الهدف الثاني طبعاً كان هدف رائع يعني رياض محرز بيرد الجميل اللي عمله له إبانيز إنه لو صنع له الهدف الأول قال له بصنع لك الهدف الثاني وعرضية رائعة ومتقنة وعلى طول رأسياً فيه منتهى التميز والروعة من إبانيز ليعلن عن الهدف الثاني للنادي الأهلي طيب ده بالنسبة لي أحداث اللقاء